النهاردة جماعة جنيت نتكلم معكم عن التشخيص كل ما يخص التشخيص النزلة المعوية وكل ما يخص علاج النزلة المعوية سواء كان علاج الاعراض او علاج المرض نفسه لكن بعد الفاصل انتظرون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الدكتور احمد عطية دهشان رئيس الجامعية الطبية العمومية للتجذية العلاجية وباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول النهاردة جاي نتكلم معكم يا جماعة عن النزلة المعوية هنتكلم عن الاسباب التشخيص العلاج ما نجي نتكلم عن التشخيص ما نجي نقول في تشخيص النزلة المعوية لازم نعرف ان النزلة المعوية دي هي عبارة عن عدوى هذه العدوى قد تكون عدوى بكتيرية قد تكون عدوى فيروسية قد تكون طفيليات في الأمعان كل هذه اسباب للنزلة المعوية طب ايه هو العرض اللي مفروض بيكون موجودة عند كل الناس يعني انا مثلا وليكن امت افترض ان في عندي نزلة معوية افترض ان عندي نزلة معوية انه احنا يكون عندنا اسهال يعني امتما يجي من مجيل البيشانت في الاي้اد عندي ويقؤوني انا عندي اسهال يبقى كده أبدأ أفترض من ضمن الاهتمالات نازلة معاوية قد يكون مصاحب مع النازلة المعاوية دي سخونية قد يكون ترجيع قد يكون في شوية تقلصات أو مغص دي كلها حاجات يبقى ما نيجي نشخص نازلة معاوية نقدر نقول إن هي عبارة عن إسهال بيصاحب بعض العراض الأخرى زي السخونية الترجيع المغص دي كده بالنسبة للتشخيص قال الجامعية الطبية العمومية للتجذية العلاجية بننصح كل الأطباء إن هم قبل ما يقولوا إن دي نازلة معاوية يعملوا فحص البطن ليه نعمل فحص البطن عشان نتأكد إنها مش مشكلة جراحية بصوا يا جماعة أي حد بيكون عنده نازلة معاوية يعني عنده إسهال فالشخص عنده إسهال بيبقى عرضة للجفاف علشان كده بننصح كل الناس بلاسسنا لو أنت عندك نازلة معاوية أول حاجة لازم نعوضي الجفاف ويتخدنا في نقطة العلاج دكتور أعراض الجفاف بشكل بسيط قبل ما نتكلم قولنا قبل ما نتكلم عن اللاجات لازم نتكلم عن أعراض الجفاف أعراض الجفاف تلاقي لسانه ناشف جلده ناشف يعني إيه جلده ناشف يا دكتور أعرفها إزاي دي يعني إنت لو مساكت بطنك كده وشدتها لبرة بدل ما هي الطبية إن هي بتخش بشكل سريع لو شدتها لبرة تبدأ تخش بشكل بطيء جدا ما تيجي تخش بشكل بطيء جداً كده تبقى تعرف ان انت جلدك ناشف يبقى انت عندك جفاف يبقى لسانه ناشف جلده ناشف ما تيجي تسأله عن كمية البول يقولك قليلة بيعمل يعني البول عنده صعب جداً عشان كده من ضمن برضو الاعراض اللي احنا نأكد ان هو عنده جفاف ان هو كمية البول بتاعته قليلة تلاقي عينيه دخل الجو قوي عن الطبيعي بتاعه يعني تشوف وتلاقي عينيه دخل الجو يبقى بشكل بسيط كده ما نيجي نقول اعراض الجفاف نقول اعراض الجفاف اربع حاجات اساسية لسانه ناشف جلده ناشف بيرجع بصعوبة لما تشده البرة عينيه دخل الجوة كمية البول بتاعته لايه لما تيجي تسأله عن كمية البول اللي هو بينزل عدوة فيروسية كده كده تتحسن في خلال اسبوع من اسبوع لعشر ايام حد اقصى كده كده بتتحسن ولا نستخدم المضادات الحيوية على الاطلاق انا باستغرب مما يجي لي فروشيتا حد عنده عدوة فيروسية وما اكتب له مضادة الحيوية تب كتب له مضادة الحيوية على ايه يعني فرجاءن يا جماعة نزين نفهم احنا دلوقتي القناة بتاعتنا دي لزيادة الوعي الطب ان احنا نوعي الناس بشكل مستمر ان هي تعرف شوية في التشخيص مش بنقول لي تعرف بنسبة 100% تعرف شوية في العلاجات لما تعرف الحاجات دي لا تقع تحت طائلة النصابين او الناس اللي عامل بزنس مع شركات ادوية علشان تبعي لها ادوية او منتجات وبس علشان كده يا جماعة زين نقول اول حاجة النازلة المعوية لو هي عدوة فيروسية يبقى ما بنعالج الاعراض فقط ولا نستخدم المضادات الحيوية وكده كده بتتحسن في خلال من اسبوع لعشر تيام حد اقصى في دلوقتي العدوة الفيروسية بنتعامل معها ازاي لكن يا دكتور بشكل بسيط اوي حضرتك اعرف ازاي العدوة دي عدوة فيروسية بشكل بسيط يا جماعة لو بنشخص العدوة الفيروسية بنقول ان هو كده كده في الثلاث حالات سواء كانت عدوة فيروسية او عدوة بكتيرية او طفيليات في كل الحالات في اسهال لكن علشان بقى نميز ما بين العدوة البكتيرية والعدوة الفيروسية وطفيليات نقدر نميز الموضوع ده بشكل بسيط قوي ان تلاقي في حالة العدوة الفيروسية ان فيه شوية سخنية بسيطة فيه شوية سخنية بسيطة مع والمريض تلاقي حالته العامة جيدة يعني يعني ما فيش اي اعراض الكتيرة اللي تخوفها وفقط شوية سخنية بسيطة مع شوية اسهال خلاص ده نقدر نقول عليه عدوى فيروسية عدوى البكتيرية نعرفها ازاي الراجل ده بيكون عنده سخنية عالية جدا زائد المريض حالته العامة غير جيدة سخنية ضعف عام ارهاق تلاقي بيبقى باين في الحالة بتاعته زائد احيانا يكون موجود فيه دم في البراز واحيانا يكون غير موجود دم في البراز فدي هي العدوى البكتيرية طب ازاي بقى طب الحالة دي بنعالجها ازاي بنعالج العدوى البكتيرية من خلال مضاد حيوي بنعالج الاعراض اللي موجودة توال دلوقتي بقى بيطرح نفسه يا دكتور طب انا لو ما خدتش مضاد حيوي اسناء العدوى البكتيرية اللي هي موجودة عندي هل انا ممكن اتحسن من النازلة المعوية اللي موجودة عندي بكل بساطة الاجابة اه قد يتحسن صاحب العدوى البكتيرية من النازلة المعوية بدون مضاد حيوي لكن الحالة الثالثة تأخر覺得 التفلييات في الأمعاع سيعرفumb gitimana من خلال تحليل البراز بالفعل ب여يhas بEs بإعليم التفلييل البراز تعني chopye shifts, change their براز من خلال عينة براز نقدر نعرم في النفيط وفيليات في الأمعاء طبعا بالنسبة للأعراض اللي موجودة عندنا بيكون في اسهال بدون قيء أو سخونية أحيانا مع دم أو مخاط التشخيص بنشخصه من خلال عينة براز العلاج بتاعنا بنحتاج علاج للددان وعلاج للأعراض دلوقتي نمسك موضوع العلاج ده ونتكلم واحد واحد حالتك يا دكتور ورية مضادات حيوية بنستخدمها في حالة العدوى البكتيرية بنستخدمها في حالة العدوى الفيروسية أو في حالة التفايليات اللي موجودة في الأمعاء لكن وتكلمت حالتك بنعالج الأعراض حالتك سبت لنا الموضوع كده مش واضح لنا الكلام غير واضح بالنسبة لنا تيجي نمسك نقطة نقطة احنا تكلمنا دلوقتي يا دكتور طب هل بنحتاج لعلاج طارق في النزلة المعوية يعني في حالة النزلة المعوية بنحتاج لعلاج طارق يا جماعة الشيء الوحيد اللي بيحتاج لعلاج طارق في النزلة المعوية هو علاج الجفاف علشان كده بنفضل اللي احنا نتعمل مثلا محلول ملح زي رينجر عشان نصحح نسب الاملاح في الجسم وبالتالي علاج الجفاف في الجسم يبقى دية الحاجة الاولية بعد كده بقى نتكلم عن محادثتك يا دكتور سبتلنا برضو دنيا عايمة كده تبتعالوا بقى نتكلم واحدة واحدة بقى في كل المضادات الحيوية احنا دلوقتي قلنا المضادات الحيوية نستخدمها في العدوى البكتيرية فقط اما العدوى الفيروسية اللي نستخدم فيها المضادات الحيوية وفي الامبريسيان سواء كده عدوى بكتيرية او عدوى بيروسية بتاخد من سبع لعشر تيام وبتروح حتى لو مستخدمناش مضادات حيوية لا في حالة فقط التفايليات او ديدان في الامعام لا بنحتاج ان احنا نعالج ديدان اللي موجودة في الامعام وزي العلاج الاعراض في الوقت يا دكتور ايه الحاجات اللي احنا المفروض هنكتبها في روشيتة بتاعتنا روشيتة بتاعتنا يا جماعة تباكال قاتي كل حاجة بالنسبة لرشيتة النازلة المعوية نكتب حاجة اسمها سيبروفار ده تابل ده راس مضاد حيوي قاتل للبكتيري يعني في حالة العدوى البكتيرية فقط نستخدم المضاد حيوي اما في حالة العدوى الفيروسية لا نستخدم المضاد حيوي طب يا دكتور زي ما قلت كده وبعيد لو احنا ما استخدمناش خالص المضاد الحيوي في حالة العدوى الفيروسية او في حالة العدوى البكتيرية الحالة بتاعتنا تتحسن ايوه الحالة بتاعتنا بتتحسن يبقى السبروفار اول حاجة او المادة الفعالة بتاعتنا ما نجي نكتب يفضل نكتب المادة الفعالة دي المادة الفعالة بتاع ارس مرتين يومين ده اول حاجة في الرشيدة بتاعتنا زي بس قلنا لو احنا ماستخدمناهوش هاليا دور لا فقط الحالة الوحيدة اللي احنا بنأكد ان احنا نستخدم فيها هذا المضاد الحية وفي حالة الفطريات زي ما احنا قلنا كده لو في حالة في ديدان في الامعان او كده بنستخدم مضاد الحية تاني حاجة بقى نكتبها في روشيتة بتاعتنا النهاردة اللي هي الكيتوفان الكيتوفان للحرارة مسكن وخافض للحرارة ومضاد للالتهابات قرص ثلاث مرات ليومي ده كده بالنسبة لي الكيتوفان طبعا ده عبارة عن اقراس قلنا قرص ثلاث مرات في اليوم تالت حاجة احنا برضو بنستخدمها في روشيتة بتاعتنا لو احنا عندنا ترجيع بنستخدم حاجة اسمها البرم بران البرم بران ده تابلت ده البرم بران وي بناخد حاجة هون مضاد لاسهال معايا كمان اللي هو الاستريبتوكين استريبتوكين استريبتوكين ده تابلت ده قرص ده ارس ارس تلاث مرات يوميا ده قاتل للأميبة ومضاد للإسهال ده قاتل للأميبة ومضاد للإسهال إسهال يو با احنا كده قلنا روشيتة بتاعتنا نا كده تكلمنا على روشيتة الطبيعة تتكتب في العيادة بتاعتنا بس احنا قولنا المضاد الحيوي مش حتى عملنا بلون مختلفة اقول المضاد الحيوي بالشرط ان احنا نستخدمه في العدوى البكتيرية او العدوى الفيروسية برغم ان هو للبكتيريا اه ممكن نحتاج نستخدم للبكتيريا لكن لو ما استخدمنا مشكلة كده المشكلة بتروح خلال من سبعة ايام لعشر ايام لكن الحالة الوحيدة اللي بنستخدم في ده بنستخدمه في حالة ان احنا عندنا ديدان في الامعاء وبقى بناخد حاجة مضاد مسكنة ومضاد للحرارة مسكن وخفض للحرارة ومضاد للاتهابات زي الكيتوفان تابلت وده ارس ثلاث مرات يوميا وبناخد البرمبران تابلت ده ارس مرة يوميا من مرة لمرتين يوميا والستريبتوكين حاجة قاتل الاميوبة ومضادة للإسهال وده بناخده ارس ثلاث مرات يوميا في نهاية الفيديو يا جماعة لو حسيت ان انت استفدت حتى لو استفادة بسيطة بالفعل او اول معلومة لأول مرة تاخدها حاول قدر الامكان ان انت تنشر هذا العلم من خلال ان انت بشكل بسيط تعمل مشاركة لاصدقائك وحبيبك فتدال على الخير كفاعله دي كده النوت رقم واحد ما تبخلش علينا بلايك بكومنت لو عندكم اي اكتراحات لفيديوهات عايزين نتكلم فيها بحيث ان احنا ننشر الوعي الطبي بشكل مستمر بحيث ان احنا لنقع تحت طائلة النصابين شكرا لكم كان معاكم الدكتور احمد عطية دهشان رئيس الجماعات الطبية العمومية للتجدية الالاجية والباحث في العلوم الطبية الحقيقية في اسطنبول دومتم في الزحة وعافية اشتركوا في القناة